موسيقى اهلا ومرحبا بجميع مشاهدنا الكرام نشرة اخبارية جديدة والبداية مع العنوة نيتشرفان بارزاني يدين هجوم المينيا ويعلن تعاطفه مع الذوي الضحايا مثال الالوسي الاراق يمر بنقطة تحول ويتعين اتخاذ قرار حيال السراعات الدولية وزير الشباب والرياضة تم اختيار عبر النافذة الالكترونية من بين ستة الافة مرشح احتجاجا على ترد الخدمات عودة التظاهرات الى الشارع البصري كندا تعلن استقبالها اربعين الف مهاجر اضافي بدءا من العام المقبل ومن العنوين الى التفاصيل وجهة رئيس وزراء اقليم كردوسان نيتشرفان بارزاني رسالة تعزية ومواساة الى الظوي واقرب الضحايا وشعب وحكومة مصر ادان فيها الهجوم الارهابي الذي شهدته محافظة المينيا بمصر يوم الجمعة والذي ادى الى سقوط عدد من المواطنين المسيحيين ضحايا واكد بارزاني خلال رسالته على ان استمرار الاعمال الارهابية من قبل داعش يضع المجتمع الدولي امام مسئولية اكبر كشف النائب عن كتلة سائرون ستار العتاب عن عزم البرلمان فتح تحقيق شامل بملف سقوط مدينة الموصل في حزيران عام 2014 ومحاسبة المقصرين وفق القانون وقال العتاب في بيان اورده مكتبه الاعلامي ان ملف سقوط الموصل سيعود الى الواجهة وسيتم محاسبة كل المقصرين وتقديمهم الى القضاء واضاف ان تسويف قضية سقوط الموصل وركون ملفها لسنوات كان نتيجة ظلوع شخصية بارزة في الجريمة وكان مجلس النواب صوت اواخر العام 2014 على تشكيل لجنة للتحقيق باسباب السقوط الموصل طالت عقب خروج نتائج التحقيق بمحاكمة نحو السبعين مسؤولا امنيا وسياسيا بينهم شخصيات بارزة قال عضو تحالف الاصلاح والعمار علي المهدي ان اعتلاف دولة القانون وكتلة صادقون يصرون على تمرير مرشحهم لوزارتي الداخلية والتعليم العالي والثقافة وذكر مهدي ان قتلا في تحالف الفتح لم تلتزم بما تعهدت به لرئيس الوزارة عضل عبد المهدي بشأن تنازلها عن الاستحقاق الوزري واضاف ان مرشحة وزارة العضل لا تستحق تولي المنصب كذلك مرشح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شخصية بعيدة عن الكفاءة والتجربة مؤكدا ان مرشحي الوزارة الشاغرة لن يمر بدون موافقة سائرون والفتح على حد تعبيره قال رئيس حزب الامر الاراقية مثل الالوس في كلمة له خلال ندوة حول اوضاع شرق الاوسط وافريقيا والمنعقدة في واشنطن ان العراق يمر بنقطة تحول ويتعين ان يتم اتخاذ قرار حيال موقفه من استراعات الدائرة وفي تصريح لفضائية زاكروس قال الالوسي ان قليم كردستان نموذج لثقافة التعايش السلمي واضاف ان نتائج الانتخابات البرلمانية الكردستانية اثبتت بان قرار الاستفتاء كان صحيحا واضافتت كذلك بان الرئيس مسعود برزاني هو قائد القومية الكردية والحركة التحررية الكردية اول شي احب ان اقول باعتزاز كبير السيد مسعود برزاني هو ليس رئيس القليم السيد مسعود برزاني كان ولا يزال وهذه الانتخابات اكدت ان مسعود برزاني هو القائد القومي الكردي لاكراد العراق بل حتى ابعد من حدود العراق هذه الانتخابات اكدت مصداقية الرؤية اللي كان يفكر فيها الاخ مسعود او الاخ مسرور في خصوص الاستفتاء الكثير قالوا ان الاكراد ليس دون الاستفتاء وكثير قالوا ان هذا الاستفتاء قد فشل وكثير قالوا ان نتائج الاستفتاء قد جمدت لا يمكن ان تجمد في يوم الايام شعب يتخذ قراره في الاستفتاء بنسبة اكثر من 93% لا يمكن لأي مجنون ان يعتقد بهذا هذه الانتخابات جاءت لتؤكد مصداقية ما قام به الاخ مسعود برزاني او الاخ مسرور برزاني او الاخو القيادين الكرد ايا كان هذا الحزب مصداقية ما قاموا به والاهم من هذا مصداقية الشعب الكردي في الدفاع عن حقوقه ايا كانت النتائج اذا بقينا في حكومة واحدة في دولة واحدة او لا لكن الحفاظ على دولة العراق لا تأتي من خلال تمرد كردي او عدم تمرد كردي الحفاظ على وحدة العراق تأتي من خلال الذكاء والفطنة والحكمة والعدل في الحكومة العراقية لكل المواطنين اعطي الثقة لكل المواطنين ما كواحد راح ينتخب الانفصال او اي رأي اخر لكن كل العراقيين اذا شعروا بالقلق والخوف من الحكومة التي تسمى في العراق لكنها ايرانية لم يبقى احدا في العراق اكثر من ستة مليون عراقي خارج العراق لينتبه الساس العرب قبل ان يتهموا الكرد اتهامات نعم اللي يقلقني اللي يخوفني مو وجود الازمات وجود الازمات في كل عالم السياسة وجود الازمات في امريكا في اوروبا في كل دولة ديمقراطية وغير ديمقراطية هناك مشاكل وهناك ازمات المشكلة ان الحاكم في بغداد والسياسي في بغداد لا زال يكرر نفس الالية استخدمها صدام وقبل صدام في تطويع الكرد بقوة السلاح السلاح لن يحل المشكلة ولن يجد حل الحوار والعقل والمنطق والمصالح المشتركة والحقوق هي التي تجد حل لاجاد استقرار في العراق ان شاء الله انتقد خبراء امريكيون موقف ادارة بلادهم والسلاحين السياسة الخطئة التي اتبعتها تجاه الاوضاع في كاركوك وباقي المناطق المتنازع عليها بين اربيل وبغداد بعد احداث السادس عشر من اكتوبر من العام الماضي وما ارتكبته القوات العراقية والحشد الشعبي في تلك المناطق وقال الخبير في السياسة الخارجية الامريكية كيم بولك في نادواتين اقيدت بواشنطن للأسف وضع كاركوك بعد السادس عشر من اكتوبر العام الماضي اصبح سيئا وعلى اثر ذلك حدث فارغ يمهد لعودة داعش واضاف اعتقد بوجوب ان تشرف قوات البشمركة والجيش الارقي وبالتعاون مع القوات الامريكية على ملف حفظ الامن في كاركوك وقال ايضا ان طبيعة التعامل امريكية مع الاحداث في كاركوك كان خطأا كبيرا ويقول خبراء امريكيون اخرون مما حضروا الندوة ان الولايات المتحدة تضغط على بغداد لمعالجة مشاكل المناطق المتنازع عليها بالتعاون المشترك مع اربيل ويعادة قوات البشمركة اليها حدد وزير الامر والاسكان بنغين ريكاني العقابات التي تواجه مشاريع السكن في العراق وقال ريكاني هناك مشاكل كثيرة في مشاريع السكن بدءا من تخصيص الاراضي والتنازع عليها وتلك المشاريع الممولة من الدولة وضعف التسهيلات للمستثمرين واكد ريكاني وجود دراسة فعلية عند وزارة التخطيط بانشاء وحدات سكنية في كل محافظة وتتجاوز المليون وحدة اكد وزير الشباب والرياض احمد العبيدي انه تم اختياره لشغل منصب الوزير في حكومة رئيس الوزراء عدل عبد المهدي عبر النفذة الالكترونية وقال العبيدي ان ستة الاف شخص تقدموا لشغل منصبه ولكن تم تقلصهم الى الف وخمسمائة اسم ثم قام عبد المهدي بترشيح خمسة اسماء لشغل كل وزارة واضاف ان الاحزاب السياسية طالبت عبد المهدي بالاطلاع على الاسماء المطروحة لشغل المناصب الوزارية وبعد ان تشكلت لجنتين من قبل الاحزاب السياسية وعبد المهدي تم اختيار الاسماء المرشحة لشغل المناصب وتم اختياره لشغل المناصب وزير الشباب والرياضة من جديد عادت الاحتجاجات الى المشهد البصري بعد ان توقفت لبضعة ايام بسبب زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام حيث واصل المحتجون مطالباتهم بانصاف مدينة البصرة فضلا عن اطلاق سراح المعتقلين في التظاهرات السابقة تفاصيل اكثر مع مراسلنا من البصرة ستار المنصوري مع انتهاء مراسم زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام عادت الاحتجاجات الى المشهد البصري من جديد حيث نظم عدد من المواطنين اعتصاما تحت مجسر التربية المقابل لشركة نفط البصرة بعد مسيرة طافوا بها شوارع المدينة عادت الاحتصامات والاحتجاجات والمسيرات بالبصرة واليوم احنا طالعين على حقوق البصرة اليوم نقلنا الاحتصام من ساحة عبد الكريم قاسم الى جسر التربية امام شركة نفط الجنوب اليوم مطالبين بحقوق البصرة اليوم عدنا ابسط المطالب بمطالب خمسة عدنة اليوم تعرفون هذه المطالب هي تشغيل العطالة ثاني مطلب هو تشغيل القطاع الخاص والعام ثالث مطلب المعامل المتوقفة والسيد وزائد الشهداء وبعض المطالب هي سحالية آنية محتاجة لبصرة خمسة مطالب أو أكثر كانت في أولوية المعتصمين الذين طالبوا كذلك بالإفراج عن المعتقلين من التظاهرات السابقة داعي الرئيس مجلس الوزراء العراقي البكلف بالتوجه إلى البصرة للوقوف على مشاكلها عن كثب قبل زيارة الأربعين كنا نطالب بإخراج المعتقلين معتقلين سلمين لم يوجد عليهم أي دليل أو أي اتهام يدينهم هم الآن محتجزون في قيادة عمليات البصرة منهم المتهم وليد الأنصاري الذي يتهم بتشابه الأسماء وما يقارب شهرين معتقل في قيادة عمليات البصرة اليوم اتعبت أهل الشباب وأهل اليوم انطالب بحقوق البصرة ومضاعاتنا منستمرها اليوم الأحد وجايتهم مولا بالحرق لا أهل أي واحد يريد الحرق إحنا بضد الحرق هذا ويعتزم شباب البصرة مواصلة الاحتجاجات ملوحين باعتصام حاشد داخل ممنى شركة نفط البصرة لانتزاع حقوقهم لقناة زاكروس الفضائي ستان المنصوري البصرة تظهر مجموعة من أبناء مدينة الكوت والنشاطاء المدنيين أمام مجلس محافظة واسط مطالبين الحكومة الجديدة بالابتعاد عن التحزب والمحاصصة التي لم ينال شعب منها شيء سوى الحروب والويلات أمانج أجاف معه تفاصيل أكثر خرج أبناء مدينة الكوت بتظاهرة سنمية أمام مبنى مجلس محافظة واسط مطالبين الحكومة الجديدة بالابتعاد عن التحزب والمحاصصة كما وعدت ومن أجل بناء دولة خالية من الفساد وبعيدة عن الطائفية التي ذهب لأجلها الآلاف من الضحايا لواسط يطالبون بأمرين مهمين كمتظاهرين أمر الأول أنه إبعاد المحاصصة الحزبية المقيتة من الوزارات الخدمية والسياسية التي تعتبر سيادة بالوقت الحاضر اللي هي الوزارة الدفاع والداخلية والثقافة والتربية المهمة والشيء الآخر مطالبة محافظة واسط محمود طلال على أن يكف بالتدخلات بالشأن الوظيفي وخاصة في مديرات التربية والشباب الرياضة والزراعة وكل المتظاهرون أكدوا استمرارهم بالخروج ضد ما يسمى بتشكيل الحكومة إذا بقيت تخضع لإملاءات التحزبية وعدم انصياع لمطالب الشعب يعني تفاقم المشاكل والعودة إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية التي دمرت البلاد من أجل الضغر على المجلس النواب لذلك يوضع حد لتدخلات الأحزاب في تشكيل المدراء والمؤسسات الخدمية وتثيره سلبا في إيجاد الموافيات الفساد وقد لمسنا هذا الشيء في السنين الماضية ونحن نطالب بالحد من هذه الحالة المحاصص بالتظاهرات آرمة في هذا اليوم ضد المحاصص الطائفية ونحن لا نريد وزراء متحزبين والشعب أعطى ما أعطى من دماء ومن تضحيات للوطن هذا الغالي فعلى الحكومة وعلى رئيس أستاذ عبد المهدي أن يأتي بوزراء تقنقرات تفيد الشعب العراقي شعارات الرنانة لتشكيل حكومة تكنقرات والتصريحات من هنا وهناك تطالب باستقلالية الاختيار وبالنهاية المحاصصة والتحزب هما سيدة الموقف من داخل مدينة الكوتا ماججاف قناة زاقروس الفضائية نظمت الكلية التربوية المفتوحة في واسطة وقفة احتجاجية ضد قرار الحكومة المحلية بالاستلاع على بناياتهم التي خصصة من قبل وزارة التربية إلى معلمين ومعلمات منذ عام 98 وتسعمائة وألف لإكمال دراستهم لمدة أربعة سنوات لنيل شهادة بكاليريوس ضمن اختصاصاتهم وجاء القرار بصيغة غير قانونية دون استشارة إدارة الكلية أو حتى مفاتحة وزارة التربية والقرار يتضمن ازدواجية الدوام مع إحدى مدارس المتوسطة للبنات وهذا ما ترفضها إدارة الكلية معلنين التواصل بالاحتجاج حتى إلغاء هذا القرار نحن أساتذة وطلبة الكلية التربوية المفتوحة في واسط نحتج على قرار بعض أعضاء مجلس الحكومة على بعض أعضاء الحكومة المحلية في واسط بدلا من السيد محافظ واسط ورئيسة لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة واسط والقائمين على التربية في المحافظة وذلك بإضافة مدرسة متوسطة للبنات للإزدواج والدوام مع المعلمين والمعلمات في كليتهم هذه الكلية هي مخصصة للمعلمين والمعلمات للدراسة فيها للحصول على شهادة البكالوريوس طبيعة الدوام بالنسبة للمعلمين تختلف عن طبيعة الدوام للمدارس المتوسطة المعلمين والمعلمات يدرسون بدوام صباحي على مدى خمسة أيام في الأسبوع ولديهم أوامر تفرغ من مديريات التربية بتعليمات وزارية منذ عام 2013 مجدد الكرام المال والأعمال والأخبار الاقتصادية مع ياسمي أهلا بكم نبدأ من نشر الاقتصادية وأبرز العنوين كارثة بيئية تضرب الثروة السمكية في مزارع نهر الفرات في بابل واشنطن تعفع عن ثمانية دول من العقوبات الإيرانية واستقرار في أسعار الذهب وسط تخوف المستثمرين من بيانات الوظائف الأمريكية التقى وزير الكهرباء لؤي الخطيب اليوم وفدا من شركة جنرال ألكتريك الأمريكية برئاسة الرئيس والمدير التنفيذي لخدمات الطاقة في جنوب آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا جوزيف أنيس وقال بيان للوزارة أنه تم خلال اللقاء مناقشة مذكرة التفاهم التي تم إبرامها مع الشركة الأمريكية وأكد الخطيب أن قصة النجاح التي نسعى إليها هو رفع القدرة الإنتاجية وكفاءة المنظومة الكهربائية الوطنية العراقية وتحسين أداء قطاعي النقل والتوزيع من خلال إبرام اتفاقات متوازنة وواعدة للعراق تواصل فرق تحقيق عراقية البحث عن أسباب نفوق عدد هائل من الأسماك في محافظة بابل وسط اتهامات بتورط ميليشيا مسلحة بتسميم مياه النهر والتسبب في نفوق ملايين الأسماك في مزارع نهر الفرات وقال مسؤول في وزارة الزراع العراقية للعربي الجديد أن الشرطة تميل إلى وجود شبهة جنائية في ذلك من جانبه دعا عضو مجلس النواب عن محافظة بابل ثامر ذيبان في بيان إلى تشكيل غرفة عمليات طارئة في المحافظة لتدارك ما أسماه بكارثة الأسماك النافقة في نهر الفرات ارتفع الليوان الصيني بأكبر وطيرة يومية بأكثر من شهرين أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم بعد تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التجارة مع الصين وقال الرئيس الأمريكي أنه أجرى محادثات جيدة مع نظيره الصيني وركزت طرفان على قضية التجارة إلى جانب كوريا الشمالية وارتفعت العملة الصينية إلى 0.7% مقابل الدولار لتسجل 6.9 يوان بعد أن صعد إلى 0.8% في وقت سابق من التعاملات ونقلت وكالت بلومبرغ اليوم عن مسؤول أمريكي قوله أن حكومة الولايات المتحدة وافقت على السماح لثمانية دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعادة فرض عقوبات على طهران اعتبارا من الأسبوع المقبل وأشار التقرير إلى أن الدول الثمانية بينها كوريا الجنوبية واليابان والهند وظل زبائن النفط الإيراني الكبار وجميعهم في آسيا يسعون للحصول على استثناءات من العقوبات وقالت بلومبرغ أن قائمة بجميع الدول التي ستحصل على استثناءات من المتوقع أن تعلن رسميا يوم الاثنين المقبل حافظت أسعار الذهب اليوم على المكاسب التي حققتها في الجلسة السابقة مع بقاء المستثمرين على حذرهم قبيل نشر تقرير وظائف في الولايات المتحدة قد يعطي إشارات على وطيرة زيادة أسعار الفائدة واستقر المعدن الأصفر عند 1232 دولار للوقية وقفزت الأسعار إلى أعلى مستوى منذ 26 تشرين الأول عند 1237 دولار للوقية مع تراجع الدولار وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الأجلة إلى 0.3% إلى 1235 دولار للوقية تحت عنوان شقق الأشباح في بيروت تطارد اقتصاد لبنان المأزوم نشرت وكالة بلومبورك الأمريكية تقريرا موسعا اليوم عن أزمة المساكن والسوق العقارية في لبنان عموما وعاصمته على وجه الخصوص وما لركود العقارات في تأثير على اقتصاد البلد كله حيث أصيب النمو الاقتصادي بالركود لسنوات فيما يدفع الانكماش الحاد في قطاع العقارات إلى المخاطرة بتأثيرات أوسع نطاقا انتهت النشرة الاقتصادية شكرا للمتابعة ونعود للأخبار اهلا بكم من جديد أفاد رئيس مجلس قضاء الدبس في كاركوك جاسم عبد الرحمن في تصريحين بتعرض مواطنين كرديين أحدهما مقاتل في البشمرقة للاختصاف على يدي مسلحين يرتدون زيان عسكريا في قرية تقطق وأشار عبد الرحمن إلى العثور على جثة فهم سالح قرب قرية كوناريوي ويشار إلى أن وطيرة التدهور الأمن ارتفعت في محافظة كاركوك عموما بعد أحداث السادس عشر من أكتوبر إضافة إلى حدوث نزاعات على ملكية الأراضي الزراعية بين الفلاحين العرب والكرد بسبب تقاعص الحكومات الاتحادية المتعاقبة عن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي قال الصحفي الياباني جنبي يسودا العائد بعد أكثر من ثلاثة عوامل الأسر في سوريا أنه تم اختطافه بمجرد عبوره الحدود وأوضح أنه كان محتجزا في غرفة مساحتها متر ونصف المتر واعتذر يسودا عن التسبب في مشاكل لحكومته تحدث يسودا أيضا للصحفيين في توكيو يوم الجمعة للمرة الأولى منذ تحرره من الأسر وقال إنه سفر إلى سوريا في حزيران عام 2015 ليتبين بنفسه ما كان يحدث بالفعل وكيف أثر الصراع على الناس العاديين وضف يسودا وهو صحفي ومعروف بتغطيته لمناطق النزاع أنه ارتكب خطأا على الحدود عندما وصل دخوله إلى سوريا عندما قام مرافقه المحليون فجأة بتغيير الخطط والثرة لتتبع أي أدلاء مجهولين حيث أحتجزوه فرعا لتنظيم القاعدة قال قائد الشرطة المحلية مايكل ديلو في مؤتمر صحفي إنه مسلحا أطلق النار في إحدى الصالة الرياضية لليوغا في تلهس عاصمة ولاية فلوريدا الأمريكية مما أسفر على المقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح آخرين وضف ديلو أن مطلق النار قتل أيضا مشيرا إلى أن عددا من المصابين حالتهم حرجة مضحا بأن التحقيق الأولي يشير إلى أن الحادثة عمل فردي حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بأن العقوبات الأمريكية الجديدة ضدها ستستمر إلى حين خضوعها وقبولها باتفاق جديد يناسب واشنطن ويقطع طريقة هران نهائيا نحو الصنع أسلحة نووية وقال ترامب في بيان نشره البيت الأبيض نحص النظام الإيراني على التخلي عن طموحاته النووية وتغيير سلوكه المدمر واحترام حقوق شعبه والعودة إلى طاولة المفاوضات بحسن نية نسعى للتعاون مع حلفائنا وشركائنا في هذه الجهود وأضاف الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال مستعدة للتوصل إلى اتفاق جديد أكثر شمولا مع إيران أكد مسؤولون عراقيون أن الولايات المتحدة الأمريكية أبلغت العراق أنها ستسمح له بمواصلة استيراد إمدادات حيوية من الغازي والطاقة والمواد الغذائية من إيران بعد أن تعد واشنطن فرض عقوبات على قطاع النفط الإيراني وقال المسؤولون ومن بينهم أضو بلجنة وزارية عراقية تشرف على أنشطة الطاقة في تصريح لرويترز أن الإعفاء للعراق مشروط بأن لا يدفع لإيران ثمن الواردات بالدولار الأمريكي وضف المسؤول باللجنة الوزارية أن وزارة المالية العراقية أنشأت حسابات لدى بنك مملوك للدولة ستودى بغداد فيه المبالغ المدينة بها لإيران عن الواردات بالدنار العراقي أعتبر وزير الخارج الأمريكي مايك بامبيو أن تصرفة روسيا تضعف أمن بلاده وتخلق لها تحديات ومشكلات ومع ذلك أقرى بضرورة الحوار مع موسكو لإقناعها بتغيير سلوكها وقال بامبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن الرئيس زونالد ترامب سرح بوضوح أنه يريد حقا علاقة جيدة مع الروس ونحن بحاجة لقيامهم بأشياء كثيرة وتغيير سلوكهم كونهم يخلقون تحديات ومشاكل تضعف أمن أمريكا وضف وزير الخارج الأمريكي نحن في حاجة لعودة الروس إلى احترام المعاهدات المتعلقة بالسواريخ وكذلك الاتفاقات التي أبرموها قدم وزيراء السياحة لينة عناب وتربية وتعليم عزمي محافظة استقالتهما من منصبهما في الحكومة الأردنية على خلفية كارثة سيول البحر الميت وعلنت الوزير لينة عناب عبر صفحتها الرسمية على تويتر أنها وضعت استقالتها من منصبها في الحكومة بين يدي رئيس الحكومة عمر الرزاس لاتخاذ ما يره مناسبا وكانت سيول اشتاحة منطقة البحر الميت في الأردن الأسبوع الماضي متسببة بوفاة العديد من الناس منهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية ولم يعلن حتى الآن ما إذا كان رئيس الوزراء الأردني قد قبل الاستقالة من عدمه يتوجه الأمريكيون في السادس من تشرين الثاني نوفمبر الحالي إلى سندق الاقترار للتصويت بالانتخابات النصفية التي ستحدد الشكل الجديد للكونغرس ومسارات النصف الثاني من ولاد الرئيس دونالد ترام يشبه الخبراء الانتخابات النصفية الأمريكية التي ستجري في السادس من تشرين الثاني الحالي بجلسة تقييم الأداء التي يخضع لها الموظفون في العمل بعد مدة معينة من انضمامهم لشركة ما وبحسب تقارير صحفية فأنه إذا ما حقق الديمقراطيون الانتصار في الانتخابة النصفية فسينعكس ذلك على تقييم أداء الرئيس الجمهوري الذي سيؤكد أن أداءه لم يكن جيدا ما دفع الشعب الأمريكي إلى اختيار الديمقراطيين أما إذا منتصر الجمهوريون فسيعني هذا أن ترامب يمشي بخطى ثابتة في رئاسة البلاد وأن أغلبية الشعب الأمريكي لا يزال يقف خلفه ويؤيد سياسته سيناريو الكابوس للرئيس الأمريكي يتمثل بانتصار الديمقراطيين ومن ثم عزله عن منصب الرئاسة وهو أمر غير مستبعد أبدا بحسب الخبراء في حال سيطرت الديمقراطيين على الكونغرس فمن المتوقع أن يتصد لعدة تشريعات يحاول ترامب تنفيذها وأبرزها الحصول على تمويل لبناء جدار عازل على الحدود مع المكسيك وإلغاء نظام الصحي الذي وضعه باراك أوباما أما انتصار الجمهورين في هذه الانتخابات فسيسهل على ترامب عمله في النصف الثاني من ولاية الرئاسية حيث سيجد نفسه قادرا على تطبيق التشريعات مثل تجديد قوانين الهجرة وسيسبب انتصار الحزب الجمهوري صدمة في وحشنطن حسب مراقبين حيث أن هذا الأمر سيعني أنه تفوق على أوباما وبيل كلينتون ورونالد ريغان وليندون جونسون وهاري ترومان حيث خسرت أحساب هؤلاء جميعا في الانتخابات النصفية ويقول الخبراء أن انتصار الحزب الجمهوري من شأن أن يشجع ترامب على الدفع بقوة أكثر نحو أمريكا كشفت وزارة الهجرة الكندية أن كندا ستستقبل 40 ألف مهاجر إضافيا بشكل سنوي بدءا من العام المقبل وحتى عام 2021 أو عام 2021 ليرتفع العدد من 310 ألاف سنويا إلى 350 ألف مهاجر على مدار السنوات الثلاثة المقبلة وذكر وزير الهجرة الكندي أحمد حسين أن هناك حاجة ماسة للمهاجرين ضمن البرنامج الاقتصادي في جميع أنحاء البلاد التي تعاني نقصا في العمل في ظل ارتفاع معدلات العمال من كبار السن وأضاف أن خطة استخدام المهاجرين على أساس سنوات متعددة تجعل كندا واحدا من بين المنافسين للغاية في السوق العالمي على جلب أفضل الخبراء والمهارات إلى الدولة وإلى تركيا حيث قال ياسين أقطاي مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه يعتقد أن جثة صحفي الصعود جمال خاشغشي قد أضيبت في الحمص بعد تقطيعها وتحويلها إلى بخار وقال أقطاي لصحيفة حريات التركية إن سبب وراء تقطيع جثة خاشغشي هو الرغبة بإذابة عضائه بسهولة أكبر ولم يعثر على جثة خاشغشي حتى الآن لكن السلطات التركية والصعودية أكدت أنه قتل داخل قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من أكتوبر تشرين الأول واتا في السعودية تورط الأسرة المالكة في مقتله وتقول إنها مصممة على كشف كل الحقائق في قضيته قضت محكمة أسترالية بالسجن عشر سنوات على القاس جراهام مورانت والذي أقنع زوجته بالانتحار طمعا في تعويضات التأمين على حياتها ووصف الخاضي بيتر دايدلز تلك الإدانة بأنها الأولى من نوعها في القرى وكانت الزوجة جينيفر مورانت 56 عاما تعاني من الاكتئاب وأمراض مزمنة في الظهر ورفض القاضي مزاعم الزوج في حث زوجته على الانتحار بأنه كان يشفق عليها خاصة بعد أن ظهر الحافز من وراء تصرف حيث يحق له استلام تعويضات من ثلاثة بوليصات تأمين على الحياة بقيمة مليون فاصل أربعة مليون دولار أسترالي أي ما يعادل مليون دولار أمريكي أمريكي النبو الأخير في نشرتنا هذا توقعت الهيئة العامة الأنواء الجوية ورصد الزلزلي السبت أن يشهد الأسبوع الجار يمطارا غزيرة في عموم العراق فيما دعت الدوائر الخدمية للاستعداد ونوهت الهيئة بأن العراق سيتعرض في الأيام القادمة لتأثير منخفض جوين قادم من البحر الأحمر مصاحبا لآخر من تركيا مسببا تساقط أمطار وعواصف رعدية لذا يجب على الدوائر الخدمية والمساندة لاستعداد التام لحالة التقصي المتطرفة هذه حفاظا على المواطنين وممتلكاتهم إضافة إلى الممتلكات العامة ختاما هذا تذكير بأبرز مجر نيتشرفان بارزان يدين هجوم المينيا ويعلن تعاطفه مع ذوي الضحايا مثال الألوسي العراق يمر بنقطة تحول ويتعين انتخاذ قرار حيال الصراعات الدولية وزير الشباب والرياضات تم اختيار عبر النفذة الإلكترونية من بين ستة ألف مرشح احتجاجا على تردي الخدمات عودة التظاهرات إلى الشارع البصري وكندا تعلن استقبالها 40 ألف مهاجر نظافي بدءا من العام المقبل وشين الكرام انتهت النشطة الإخبارية لهذه الساعة إلى نلطقكم ونشرات جديدة هذه أحلى تحية من كادر العمل ومني أنا شيلان محمد إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر